مذفك الحصار عنها وقعت إيران عددا من الاتفاقيات مع شركات إيطالية وصينية وفرنسية بعشرات مليارات الدولارات كان هذا غيضا من فيد اتفاقيات لا تزال التطبخ في الجمهورية الإسلامية طهران أضحت قلية نحل من رجال أعمال العالم يطمحون للاستثمار في مجالات الطيران والنفط والغاز والبترو كيميويات والنقل البحري والموانئ والذهب والسيارات والبنوك والتأمين إن المصارف الإيرانية في الفترة المقبلة سوف تتعامل مع مصارف أجنبية كثيرة وسوف تدخل إليها أموال طائلة نحن شركة تقدم خدمات تقنية وبرمجة خاصة للمصارف ونطمح للاستثمار في إيران لمساعدة المصارف الإيرانية على التعامل مع العالم جولة صغيرة في طهران كافية لتلفت انتباهك إلى المركات العالمية التي افتتحت فروعها هنا فإيران تمثل سوقا استهلاكية للشركات الأجنبية تقدر بنحو ثمانين مليون مستهلك فيما يرحب الإيرانيون بالاستثمارات المقبلة مع الدعوة إلى الحفاظ على القدورة الذاتية لبلادهم بالطبع بعد رفع العقوبات أصبح هناك كثير من المستثمرين الأجانب لقد انتعش الاقتصاد قليلا وتحسنت علاقة مصارفنا بالخارج ولكن علينا الحذر من التفاؤل المفرط ولا سيما أنه ينبغي أن نتعاطى مع الانفتاح الحاصل بمسؤولية وأن نتكيل على قدراتنا الذاتية وليس على الاستثمارات الأجنبية بين التفاؤل بقدومهم والتعامل بحذر معهم يثبت واقع اقتصاد فنادق العاصمة الإيرانية بالمستثمرين الأجانب رغمدا لدى هؤلاء بالاستفادة من سوق أغلقتها العقوبات بوجههم لأكثر من ثلاثة عقود كأنهم كانوا يقفون على خط البداية في سباق فكان الاتفاق النووي بمثابة صافرة الانطلاق بدأ رجال أعمال العالم بالتسابق للاستثمار هنا لتكون السوق الإيرانية جائزة يطمح الجميع للضفر بها علي مرتضى طهراء الميادين